ألقى قبض على شبكة كبيرة لتهريب الأموال بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية العراقية ضبط 500 بطاقة دفع الكتروني وإلقى القبض على حائزيها من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بغداد الكرخ رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة لمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد معلومات تفيد بوجود شبكة غير قانونية تقوم بالتحويل المالي خارج العراق عن طريق بطاقات الدفع الكتروني حيث تمت مداهمة المكان والقبض على المتهمين البالغ عددهم 6 وبحوزتهم 500 بطاقة دفع الكتروني يعني بصراحة الموضوع هذا مهم جدا يجب على المواطنين أن تتوخى الدقة والحذار حول هذه الأمور والمعلومات الشخصية والبيانات الكترونية المفروض لا تنطل أي واحد لأنه أكو تصير مرات يعني خداع بموضوع تحول الأموال وغيرها من الأمور لذلك لازم أنت تكون حذر مو أنت قاعد ببيتك وتنسرق وتتورط وتدخل بمشكلة فأنت لازم تكون حذر وبطاقتك وأمورك وكل تفاصيلك لازم أنت تحكمها لذلك يعني كل هذه الشغلات خصوصا نحن عندنا ناس كبار مرات يروح يستلم امرأة ومرات يروح ياخذ بطاقته وهذا التكيت اللي تستلم به الأموال لا تشمره هذا بمعلوماتك ممكن أيضا تصادفك الكثير من المشاكل شكرا